حاجة تساعد المواطن تليق بالمواطن حياة كريمة حقيقية للمواطن اكتر من مرة رئيس الوزراء هنا يدخل ويبص ويشوف وهذا الرجل لابد من تقديم تحية ليه بصراحة من هو رئيس الهيئة تخطيط العمراني ملف الاسكان ده عنده يعني شايفه كويس قوي عنده اجراءات فيه تولى بعد كده وزارة الاسكان ثم جاء رئيسا للوزراء وربنا يدي له الصح شغال هذا الرجل بيشتغل بقاله بيخدم الدولة المصرية بقاله اكتر من خمسة وعشرين سنة عمل الدكتور مصطفى مدبولي عمل ما بينامش بيشتغل انا بكلمكم ده وقته لسه يمكن اعت في مكتبه ولا انا بكلمكم ده وقته مروحوش من الصبح لقاءات واجتماعات والسعدادات لليمين والقسم والحكومة والتشطبات النهائية في الاسماء الاخيرة سواء هنا معاوزين حكومة كله في الساعات الاخيرة يعني فرئيس الوزراء شغال يعمل بمنتهى القوة وتركيزه كله العمل عايز يحق الرئيس حاطة استراتيجية هنا في زمين رئيس الوزراء مع الحكومة كل وزير في مكانه مع مساعدة القوات المسلحة طبعا فرئيس الحكومة ينفذ هذه التكلفات من السيد الرئيس عبدالح السيسي انه الحياة الكريمة للمواطن وهو رجل بيعمل بمنتهى القوة ويبزل جهد كبير لابد ان نقدم له كل التحية عليه مرة ومرات مرة تاني ومرات اللي بيبزلوا الدكتور مصطفة مدبولي دكتور مصطفة مدبولي تشوفه هنا وتشوفه عندنا في سوهاج وتشوفه اسكندرية وتشوفه البحيرة وتشوفه بورسعيد وتشوفه السويس ويجوب محافظات الجمهورية وبعد الحكومة متشكل هيبدأ فيه ايضا زيارات ميدانية للمحافظات اخرى عشان يتابع المشروعات اللي شغالين عليها لان هناك مخطط استراتيجي الدولة شغالة عليه لحد عشرين اتنين وخمسين مش للنهاردة الدولة مش عاملة مخطط لحد بكرة لحد اتنين وخمسين اللي هو بتشوفه دلوقتي واللي بكرة توقيع هيكون بحضور دولة رئيس وزراء ده ضمن المخطط الاستراتيجي اللي الدولة عاملاها لحد عشرين اتنين وخمسين واللي منه راس الحكمة واللي منه توزع الكتل السكانية بدل ما كانت قاعدة في القاهرة اسكندرية والقاهرة الكبرى لا عايزين نعمل خلخلة لهذه الكتل عشان اوزحها في مختلف انحاء الجمهورية والمحافظات رئيس وزراء بشغله كأساس تخطيط الموضوع بالنسباله دقيق جدا ومدقق متميز جدا في هذا الملاقب جدا فده شغال تكليف رئاسي هنعمل ده فرئيس وزراء بيعمل ده بينفذ ده النهاردة عايز سكان مصر النهاردة اللي كانوا كلنا عادين في حتة صغيرة النهاردة بالقنا يتوزع ما اعمله سكان ده عشان اوزع الناس اوزع الملايين المواطنين اللي موجودين واللي جايين كمان في الطريق ان شاء الله اقدر اعمل السحل الشمالي زي ما انت بتشوف كده المشروعات الهائلة اللي بتعمل في السحل الشمالي وامتداد لحد مطروح امتداد السحل الشمالي والحد جرجوب بتعمل نطق صناعية واسلسمرية وغيرها وغيرها وقعد الثلاثة يقول لي المعمولة هناك كل ده شغل ومصانع وشغل معمول وهيتم وبيتم تنفيذه اعمل في توشكا زي ما احنا بنعمل في توشكا ونشتغل هعمل في سينة زي ما احنا بنعمل في سينة النهاردة ونشتغل اعمل في الدمتة الجديدة